تاج المرأة شعرها ومع فترة الإغلاق تبدو الإنترنت مساحة للحصول على الإلهام مايكل فان كلارك بدأ قناته على اليوتيوب منذ عشرة أعوام جمع أجمل التسريحات والتصفيفات واليوم بإمكان زبائنه متابعته وحجز مكالمات فيديو للحصول على استشارات فردية نضع كثيرا من المعلومات خلال فترات الإغلاق منذ الإغلاق الأول لا يقتصر الأمر على نصائح تصفيف الشعر بل بكيفية غسيل الشعر بالشامبو وكيفية تلوين الشعر في المنزل والمواد التي يجب على الزبائن استخدامها يتبنى فان كلارك العالم الرقمي أثناء الوباء يصيغ المعلومات أيضا في مدونة لتصبح أشبه بقاعدة بيانات لقد قطعنا شوطا كبيرا في مرحلة الإغلاق الأولى وواصلنا في النمو منذ ذلك الحين لذلك أصبحنا معتدين جدا على العالم الرقمي ونتعلم كيف نكون على دراية كاملة بالأنترنت ومنصات التواصل مثل إنشاء مدونة على الانستجرام لتكون قاعدة بيانات للتواصل مع الزبائن واستمرار تفاعلنا معهم يعرض فان كلارك منتجات الشعر للعبلاء مع عرض فيديو توضيحية عن كيفية استخدامها يبيع منتجه بسرعة ويذفان من أجل مواكبة الطلبات كان علينا أن نطور عملنا مثل معظم الأنشطة التجارية أردنا أن نتعامل مباشرة مع المستهلك دون الاستعانة بطرف ثالث من المتاجر والموزعين واعتدنا على ذلك واكتسبنا خبرة على الانترنت في حين تشعر معظم النساء بالقلق على أطراف شعرهن المتقصفة والجذور البيضاء يؤكد فان كلارك أن هناك كثيرا من الأساليب المتاحة لمعالجة الشعر وتصفيفه ولعل أحاديثه مع الزبائن تكسر رثابة الإغلاق قبل أن تكون تحسينا للشعر الذي يعد تساقطه مرآة للهموم والإهمال